اهلا وسهلا بكم مشاهدينا في تقرير جديد من اكوتي جلوبال ماركت معكم راض الخضر نتحدث في هذا التقرير عن قوة الدولار الامريكي التي ابتدأت مع فترة التداول الامريكية يوم امس استمرت خلال الفترة الاسيوية وصولا الى الفترة ايضا الاوروبية خلال التعاملات اليوم وهذه القوة كانت قد نتجت عن بيانات افضل من المتوقع بشكل كبير وهي مبيعات التجزئة الامريكية التي جاءت بنمو بستة اعشار بالمئة على مستوى شهري وهو اعلى بكثير من التوقعات التي كانت عند الاربعة اعشار بالمئة واعلى ايضا من القراءة السابقة التي كانت عندها ثلاثة اعشار بالمئة طبعا هذه القراءة الايجابية اعطت نوعا ما زخم وتفاؤل بالنسبة لمستويات التضخم في ولايات المتحدة الامريكية كون ان مبيعات التجزئة تمثل عنصرا رئيسيا في الانفاق الاستهلاكي والذي بدوره يمثل جزءا مهما من معادلة الناتج المحلي الاجمالي في الولايات المتحدة الامريكية طبعا هذه القراءة الايجابية ما يقلل من اهميتها بعض الشيء انها مبنية على نمو بـ 1.2 بالمئة بالنسبة لمبيعات السيارات وهو الافضل منذ ديسمبر 2016 عفوا 2016 والهدف في ذلك او المرد هذا النمو المفاجئ هو كمية كبيرة من البروموشنز والتحفيزات التي كان قد تم تقديمها في مبيعات السيارات وساعدت بنمو الانفاق الاستهلاكي وبالتحديد نمو مبيعات السيارات بهذا الشكل الملفت طبعا هذا قلل بعض الشيء من اهمية بيانات التضخم ولكن لم يؤثر بشكل كبير على قوة واداءة الدولار الامريكي بالنسبة لي اداة توقع السعار الفائدة لم يتظهر تغيرا كبيرا حقيقة بقيت كما هي بينما مؤشر الدولار الامريكي هو عند مستويات الـ 94 أمام السلة من العملات طبعا على جانب هذه البيانات صدرت لدينا ايضا قلال الفترة المسائية يوم امس بيانات صادرة عن معحد وكالة الطاقة الامريكي والذي الـ API واظهر ذلك ان هناك زيادة او انخفاض باكبر من المتوقع وانخفاض هائل بـ 9.2 مليون برميل بينما القراءة المتوقعة كانت فقط بحوالي نصف مليون برميل او 0.4 مليون برميل وهذا له تأثير كبير كان على ارتفاعات اسعار النفط التي اضافت حوالي 80 سنت لتتداول قريب من مستويات الـ 48 حاليا ومرتدة من ادنى مستويات التي كانت عنده 47 دولار للبرميل ننتظر تقرير اخر خلال التعاملات اليوم وهو تقرير يعني قد يسبب نوع من الارتفاعات الاكبر اذا ما جاءت القراءة افضل من التوقعات مخزونات النفط الامريكية على انتظارها اليوم و3 مليون برميل منتظرة كزيادة في المخزون اذا كانت الزيادة باقل من ذلك فهذا سوف يعني بلا شك ارتفاع اكبر واحداثنا التالية بالنسبة لأسعار النفط هي 48.40 وصولا الـ 48.60 بالنسبة لـ WTI بيانات بريطانية كانت ايجابية اليوم ظهرت معدلات البطالة التي تظهر 4.4% وهي قراءة اقل من التوقعات التي كانت عندها 4.5% اعطى ذلك بعض الزخم للجنيل الاسترليني لكن نكون حذرين بتطبيق اي صفقات شراء على الجنيل الاسترليني بالاتجاه الصاعد امام الدولار الامريكي على وجه التحديد فالاتجاه العام لا يزال هابط. اخر ما لدينا في هذا التقرير وهو الاكثر اهمية محظر اجتماع الفيدرال الامريكي الذي سيكون الساعة السادسة مساء بتوقيت جرينيتش مهم جدا متابعة لغة المحظر كيف سيتعامل الفيدرال الامريكي مع امكانية او احتمالية رفع تلك اسعار الفائدة خلال هذا العام. اذا كانت اللغة لا تزال تشير الى تفاعل واطمئنان بالنسبة لي الاقتصاد الامريكي ولا يوجد انقسام داخل الفيدرالي بالصياغة سوف يكون هناك توجه لرفع اسعار الفائدة وبلا شك بيانات التضخم قد اظهرت ايجابية في الاوينة الاخيرة فبالتالي ما يخاف منه او يتخوف منه الفيدرال الامريكي اصبح اقل اهمية بشكل تدريجي وبالتالي يعطي ذلك المجال لتشديد في السياسة النقدية بشكل اكبر تابعوا هذا المحظر خلال الفترة المسائية. اشكر لكم المتابعة واراكم على خير ان شاء الله في الفيديو القادم.